السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام مع سيدنا محمد أشرف المسلم أنا وسلم بكم أصدقائي في قرص ورد برسن المبتدئين طبعا في البداية أحب نقول إن القرص متجاني بشكل كامل وفي نفس الوقت هو صدقة غري على روح وانجتي وانجتي ووقتي العزيزة خلوة حسن فرضاء منك قبل ما نبدأ القرص أتمنى أنت تدعمهم بالرحمة ومكفرة ودعو الأموات المسلمين أجمعين قبل ما نبدأ القرص يجب أن تكون عارف مين الشخص حسنا هيقدم لك محتويات القرص فأحب أعرفكم بنفسي أنا محمد قبامي ومطور مواقع خبرة تزيدة عن عشر سنوات اشترنت في مجانات كتير جدا متعددة ولكن كان أهم تركيز ليه هو مجان السيبر سيكورتي أو أمن المعلومات عشان قاطر أقوم متمكن نوعا ما في السيبر سيكورتي أو أمن المعلومات كان نازم إن أنا أدرس حالياً ليه علاقة بالويب فبدأت إن أنا أدخم في مجان الويب أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الويب عشان أبتدي إن أنا أزود من معاراتي في التعامل مع الأنظمة هنيجي للبوينت المهمة والبوينت شهرة وورد بريس زي ما واضح قدام منك في المسلايد إن وورد بريس أصلاً معتمدة بشكل كبير جداً في مواقع عالمية مشهورة وده يعني يدي انتبقى قويس جداً إن المواقع الخاصة بالشركات المعروفة جداً كانت بتستخدم نظام وورد بريس زي ما أنت شايف حتى من ضمنهم مدوانة ميتا فيرس عموماً اللي هي طبعة فيسبوك هي مبنية على نظام وورد بريس حتى كمان برون بيرد كان مبنى على نظام وورد بريس وتيك كرانش كل دي مواقع إربارية أو مواقع بتقدم أربار من اللي هي علاقة بالترند حتى كمان سيين آن وديزني ويمكن كمان كان فيه شركة سوني كانت بتستخدم نظام وورد بريس وكمان شركة بنيستيشن فده يدي انتبع قويس جداً لإنشارة وورد بريس أو نظام وورد بريس عموماً ليس القرار قوي جداً فين اعتماد عليه فين مواقع الإمترونية حتى كمان من المواقع اللي هي علاقة بالشركات الكبيرة مش شرط حتى المستخدمين العاديين بويت اللي بعد منها وهي سوم تستخدم نظام وورد بريس وورد بريس السعلي جداً في ان انت تستخدمه سواء كتخصيص أو كاستمائز يعني انت تيلر ان انت تخصص النظام آه كيف ما بدك زي ما بيقوله أو على كيف كيفك بمصري مبني على نظام دروب دراج يعني حتى كمان انت ممكن تمسك الملفات تشده بالماوس وتضيفه في المكان اللي يعجبك مش محتاج ان انت تكون على دراية كاملة بلغات البرمجة أو ان انت تكون شخص مبرمج محترف وخلاف ولا تقدر ان انت تخصصه كأي يوزر عادي يقدر انه يستخدم نظام وورد بريس هنيجي للبوينت اللي بعدها هي نظام وورد بريس اللغة المستخدمة في نظام وورد بريس هو مبني بشكل فعلي على نظام بيتش بي بيتش بي هي اللغة برمجية بيعتمدها ارنب المطورين او ارنب المبرمجين عموما في النسكريبتات الخاصة بيهم او حتى كمان في المواقع انا بتكلم هنا على نظام وورد بريس نفسه او نظام ادارة المحتوى نفسه مبني على لغة بيتش بي اما الديزاين انخاص بالموقع او القوامل بمعنى اصح انخاصة بموقع دي تقدر ان انت تستخدم فيها بيتش بي وتقدر ان انت تستخدم فيها لغة برمضة تانية متعددة عشان توصل من شكل جمالي للموقع انخاص بيك ولكن نظام وورد بريس نفسه مبني على بيتش بي البوينت اللي بعد منا هو اكتشاف وورد بريس او تاريخ انشاء نظام وورد بريس فاعتقد انه كده بقانه بتحقالي واحد وعشرين سنة مستقر واحد وعشرين سنة في نجاح مستمر ومواقع كتير جدا بتعتمد عليه ندخل في البوينت اللي بعد منا هو نظام مفتوح المصدر او نظام وورد بريس عموما هو اوبين سورس اوبين سورس بمعنى ان انت تقدر تقصصه زي ما انت عايز حتى كمان تقدر ان انت تضيف فيه قيمة معلوماتية او انت شخص مبرمج او شخص محترف وفي نفس الوقت انه او انت بتسترل نظام وورد بريس فانت مش مطاند باي حاجة نعمقة بحوط طبعه النشرة او هو المنكان فكر ايه البنية التحتية من نظام وورد بريس المختصار خاص بنظام وورد بريس وهو CMS او Content Management System بمعنى نظام ادارة المحتوى تشارك عليه كيف ما بدك شارك بقى فيديوهات شارك سورت شارك منفات شارك بديف او او حتى كمان تشارك فيه نصوص او بعض الموقعات ان انت حابب تكتبها براحتك جدا بدون اي تعيدات الوينت ان بعض منه وهي قواني بورد بريس او المجتمع عن خاص بورد بريس هو اريدي من فعل بيقدمك قواني بورد بريس بمعنى انا شخص محتاج ان انا اعمل ويب سايت او محتاج ان انا اعمل موقع او اه ما ليش علاقة بالبرمجة وما فهمش اي حالة في البرمجة لكن في نفس الوقت عايز اعمل فبالتالي او تصميم فبالتالي وورد بلس بتقدم قوانب او تصميمات مجانية تقدر ان انت تستخدمها على حسب نوع المحتوى اللي انت حابب تقدمه في الموقع لو انت مسلا الموقع بتاعك طبي ففيه قوانب نيع علاقة بالتب موقعك تقني ففيه قوانب نيع علاقة بالتقنية هكذا في الرياضة هكذا في التعديل هكذا في اه السناعة جميع انفئات اللي انت حابب تقدم فيها المحتوى هتلاقي في مجتمع قوانب قصة بيها ليجي من البوينت اللي بعد منها هو هي اضافات وورد بلس امكانية استخدام اضافات وورد بلس ايه هي فكرة الاضافات بشكل عاو جينا اخدنا بنا كده من السناعة اللي موجود قدامنا هنلاقي مسلا على سبيل المسال ان في اضافة اسمع بتتفرع منها تاجز معينة زي الويب سيكورتي او بيك اوب او النسبيد او جيروس الفكرة ان في اضافات الاضافات دي انت لما بتيجي تثبتها على الموقع ان خاص بيك بتقدمك خدمة معينة او بتسهن عليك الامور نفترض على سبيل المسال انا كمحمد عندي موقع على وورد بلس لكن مش عارف ازاي اقمنه مش عارف ازاي ازاي احميه من الاختراك مش عارف ازاي ان انا خدم موقع بتاعي سريع فاضافة زي مجرد ما بتعملناها او تسبيت في الموقع ان خاص بيك هي بتقوم بموازيفة دي انت بس فقط ما عليك بتحتاج ان انت او الاعدادات الخاصة بيها. حتى كمان عندك اضافة تانية زي دي اضافة بتقدمك ان موقعك مسلا يتشاف على محركات البحس في جوجل يتشاهر يبقى صديق محركات البحس حتى لو كتبت اي مقام يبتدي النواة يتنشر بشكل موتوماتيك في جوجل. نيجي البوينت اللي بعد منها وهو ايه السيو او اه صديق محركات البحس السيو. طبعا وورد بيس هو قريدي بيسالم في انتشار الموقع ان خاص بي. او هو بيعمل اه انجيل الموقع الخاص بي. بمعنى ان انت مش محتاج ان انت يكون عندك دراية كافية في ازاي ان انا اسوى او انشر الموقع الالكتروني بتاعي. هو اصلا بنفع بيقدم الوظيفة ديت بشكل في النزام الخاص بي. ولكن احنا بندعم السيو باضافات مخصصة للسيو. يعني بمعنى اصح. او للتوضيح. اه النزام وورد بيقدمك اوبشن سيو. ولكن الاوبشن اللي هي بيقدمه لقدر نقول ان هو بدائي نوعا ما. فبالتالي انا محتاج اضافة او محتاج بلاجين. تقدر ان هي تقدم لي نفس الخاصية. ما هو نفس الاوبشن سيو. وماكن بمميزات او بامتيازات اكتر. بعاس ان انا اكون ادفانسد او اكون متقدم في اه فكرة السيو او في فكرة انتشار الموقع الخاص بها. اه بعتزر ان كنت طويمت في الفيديو ده. وصلنا لحد سبع دقايق او تمن دقايق ربما. وماكن في الفيديوهات اللي جاية هنبتدي ان احنا نعرف ما بعد تفاصيل اكتر. وما تنساش ان انا كده كده اريدي بقدم لك المعلومة بشكل نظري. وهنبتدي احنا نطبق بشكل عملي في الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم على خير. ويومي اللقاء في محمد القادم.